السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل التحية وكل الاحترام لمحبي ومتابع عادل فتحي بحبكم في الله وشاكر ليكم جدا دعمكم الغير محدود لي في الفترات الاخيرة النهاردة يا جماعنا والله عمري ما ببقى رضي فعل ولا عمري بحاول ان انا نقضي يكون لازع او فيه بعض من التجريح لشخص خاصة لما بحس برد فعله في فيديو تاني انا على المستوى الشخصي والمستوى الانساني بكون زعلان انا قبل كده فيه ناس انتقدتني واستفدت منهم لاني لقيت لهم حق ولو خمسين في المية فحاولت اعدل من نفسها على قد ما اقدر في الخمسين في المية اللي هما رأوا ان انا مش على قدر المسئولية فيهم فاحيانا لما الانسان بيوجه الانسان بلاش نقول نقض شعاع ان كان اقدر بيستمر فيه شعاع احمر بيحاول يستفيد منه على قدر المستطاع لشان يبقى الافضل حتى لا يخطئ واحنا انتو شفتوا انا قبل كده عاشقة البرك والمستنقعات غيرت اسمها غيرت اسمها ليوميات ست مش عارف مصرية في الارياف حاجة زي كده يبقى هي حسة هو كل ده علشان ايه عاشقة البحار هي فكرت نفسها كده تطهارد لكن انا على المستوى الشخصي بقول لا هي عارفة عاملة ايه فرجاءا كل الرجاء محدش يزعل من عادل فتحي وخاصة لما تبقى ناس كبيرة حتى في لغة الخطاب في ناس انتقدوني وقالوا انت كنت لازع وكنت غير موضوعي وما انتقدتش المحتوى بتاعها ودخلت في حاجات ما كانش لها ان تخشها هيكا ستناها وكلام من ده لا يبقى محدش سمع الفيديو اللي قبل كده بحيادية لو احنا سمعنا الفيديو بحيادية خالص بدون حكم مصبق على عادل فتحي انا لابس ترينج ها وعلى فكرة الترينج ده وانا هتكلم فيه بعد كده ووضح الفرق بين الترينج ده والترينج ده انا اول حاجة قلت ان المصريين والعالم وكل العرب عانوا معاناة شديدة في الثامنة الشهر الاخيرة فما فيش داعي لاستفزازهم كل شوية اطلع انا جالي انا جالي هدية ده انا شريها حتى وهي بتقول اونلاين قالت مش مش مشكلة يعني فلان خلاص فستي فستو فستي فستي عمهاني بيقول لنا اللي عايز اواجهكم يعني انا ما عرفش هنتكلم فيها تاني ف انا عايز اقول ايه فاللي بيحصل ده خروجي محد يسمع الفيديو السابق بحيادية الفيديو كان بيقول ايه اول حاجة فيه بتقول ايه ان المصريين بيعانوا معاناة شديدة فما فيش داعي انك تضغل تالت حاجة بنقول اللي كل انسان كبير في السن كبير بلاش خليها مش اتنين وخمسين بس يعني مش تمانية واربعين سبعة واربعين خمسة واربعين سيدة كبيرة وعندها احفاد فتراعي في تقدمها طيب لما تبقى هي انسانة بسيطة وعملت كتاب حياتي يعين وقبل كده ومش عارف ايه وبكت كل اهلنا في الخليج من المحيط الى الخليج بكتهم بكة شديد جدا على معاناتها وتطلع يقولك لا من حقها ما هو من حقها بس هو هل ينفع ان انا من حق دلوقتي هل ما هو انا من حق ان انا مثلا اقلع الترينج ده قدام المتابعين لا مش من حق في حاجات يلزم ان نكون احنا قدوة هل اللي عملته صح مع جسه على العام اه هو جسه هو جسه بس ده لي غرف مغلقة فيه طبطب انا قلت انا لما ببز بناتي دلوقتي وهو كل الناس حرواحد ده بتقول ليه طب ليه بحط ايدي على التدينة بتاعتهم وبعمل كده هو انا لو شلت ايدي فيها حاجة لا ما فيهاش حاجة فاحنا لازم نقدم نموذج ممتاز جدا للرسالة اللي احنا بنقدمها خاصة ان مين بيشوفك ما هو مش عادل فتح اللي بيشوفك وهيقعد يضحك على لقطة زيدي وكلام من ده لانه راجل كبير وناس كبيرة والناس عقلة برضو وكل الاحترام على فكرة لهم مصطفى وجوزها كل الاحترام وكامل الاحترام لانهم ما غلطوش بس انا بقول السلوك مرفوض ما ينفعش احنا اكبر من كده لان انت بيشوفك عايل عنده 12 سنة 13 سنة 14 سنة فلما بيلاقي اللقطة دي حتى وهي بالسرعة دي خطأ انا مش عايز اخط فيها لكن انا من وكهة نظري لم اكون متجنة عليها علشان اقدم لها اي اعتذار فهي طلعت كرد فعل ازاي ازاي وانت كبيرة مش كبيرة في السن يعني كبيرة كيتيوبر وعارفة ان في قنوات وهتعملي وانت شفت ده حصل مع يعني عرب الناس ليكي تقوم يكون ردج بهذه السوقية انا ما توقحتش خالص خالص بتقولي انا لو عملت قناة حلبس رجالة جلاليب ده انت صعادية انت اساسك صعيدي والصعيدة كلك بيلبسوا جلاليب والجلبية او الجلباب او البنش ده عمره مكان الوحدة لو لبسته للرجالة يعيب الراجل ولا كان قصدك تقولي ألبس الرجالة طرح بتبقى كارسة ما هو كونك انت تقولي ألبس الرجالة جلاليب ما كون لنا بنلبس الجلاليب البنش والجلاليب النصياء ولما بنروح السعودية بنبقى بالجلاليب واحنا من الريف على فكرة واجدرنا والجدر بتاعنا في الريف على طول كله جلبية ليه انت بقى يا يوتيوبر مصر العظيمة اللي مستميها الدرع عايزة تلبس الرجالة جلاليب هل ده رض وبعدين بتقولي أنا أقدر أشلأ أنا كتير والله سمحتها بدل القافحة قلت أفضل عيتها هي بتقول ايه وبعدين أشلأ أول مرة أعرف كلمة التشلي لأ هو انت دخل اليوتيوب عشان تشلأي للناس أو تشلأي لللي ينقضك ما بدل ما تشلأي له بلوك ورموف وبان أو ولا هو موجود تشلأي له ليه ويشلألك ليه هل دايبقى مصر وحوار وبعدين بتقولي رجالة شيخة أنا أول ما دخلت قلت ايه أنا مواليد 17-63-62 عندي 58 سنة وإيه السنة الجاية في 17-3 حتتم 59 سنة كل مرحلة سن بتبقى جميلة في حياة الإنسان وقلت عندي عاشر أحفاد وأربع أولاد زي ما طلحتي عملتي حلقة تانية عن أن البشرة والجمال البشرة مش عارف مية الورد هو فيه ايه يا جماعة وإحنا هندحك على الناس يعني أي واحد يعمل بمية الورد دي خلاص مشروطه هترجع زي ما كانت هيرجع عايل عنده 20 سنة كل أيام نولها دولة الورجان هو فيه ايه اللي خل البشرة كويسة هو الكولجين واللي بيضعفها هو الكولجين واللي بيضيع البشرة لو فيه أمراض مزمنة زي تسلب الشريين أو القلب أو السكر أو الضغط أو الكلا لو فيه قلبي بيبقى شايب شايب هو عنده 30 سنة لأنه أصيب بمرض عنده حاجة عنده غسل كلوي فبتلاقي واحدة عندها 30 سنة وتحس أنه عندها 70 سنة وفيه سيدة بيبقى عندها 60 سنة وبتشوفها عندها 30 سنة أنا والديتي الله يرحم الله يرحمها ويحسن إليها كانت ويا عندها 70 سنة كان اللي يشوفها يقول ده لسه بدخلتش الدنيا كانت زي الأمر فيه ستات ما بيبنش علىها الكبر بسبب أن رجالتها بتعزها بسبب أن هي ما عانتش من أمراض مزمنة بسبب أن هي اعتنت بنفسها وبعدت عن أكل اللحوم بكسافة وبدأت تاكل خضار وفواكه وأكل صحي عشان كده بشرتها بتتمدد زي إيدي كده ما يحمرها فأهنا ده دي الدورة الدموية فيه واحد لا تلاقي بشرته الدورة الدموية الدم مش واصل للأطراف ما هو معنى كده إن ده الدم واصل للأطراف ما بخمسه والله فما ينفعش خالص وبعدين برضه عم هاني ما احترام يا عم هاني وإنت كنت قبل كده موقوف عن العمل وعايز نننواكوك أنا أجي أشرب مع مديرك الشاي ونندهلك ونشوفك أنت بتقول اللي يلعب بالدح ما يقولش ألف وحا ده كلام طيب ما تخليك أنت خالص أنت أنا ما كانش وبعدين بتقول أنت بتوقع مبيني ومبين زوجتي والله عمري ولا يسلوب أنا أوقع مبينك ومبين زوجتك ليه أنا أتمنى لكم الخير وكل الخير وأنا مبسوط جدا لما أنا عرفت في النهاية أن أنت جز أم مصطفى مش أبو مصطفى وبتعامل مصطفى كأنه أكتر من ابنك ده حاجة تحسب لك فيه حاجات كتير بالنسبة للترينج حتى وأنت بتعديه أنا على فكرة لم أسيق للترينج وقلت أن الترينج ده على فكرة ده ماركة وقلت أني ده خاص بفريق بروسيا دورتمان يعني إحنا عندنا في ألمانيا بروسيا مونشنجلات باخ وفيرد بريمن لا هو ده بتاع بروسيا دورتمان وترينج من أعظم الترينجات وغالي جدا بس الترينج ده زي ده بالظلط عشان أعرف للناس وتعرفوا ده من إيه ده يتلبس كده كمان لأن ده قديدس ههو ده قديدس ده رجأ أقول الترينج ده عشان أوضح بس قلت بآخر مرة تكلم في الترينجات الترينج ده يا أم مصطفى طالما فيه سوستة طالما فيه سوستة يبقى خروج أحد المتابعات ليكي عملت فيديو إنه هو ترينج مطبخ لا اللي هي يوميات إمرأة مصرية في السعودية لا أي ترينج فيه سوستة البسه واخروج به عاد الفتح بيقولك البس الترينج واخروج به لأن تصميمه خروج بس هل أروح به فرح لا هل أروح به أتسوق لا أروح به نادي أروح به فسحة أروح به في الأناطر الخارية أروح به في رحلة نيلية أروح به في أي مكان ليه مكان ما ينفعش أن أنا أروح به فرح ثالثاً أنا مش عايز عشان أنت هتزعلي حد يلبس ترينج وهو إيده وانت حط ده برضو في جيوب برضو وطالما على فكرة الترينج في جيوب من قدام يبقى خلاص الترينج خروج مع السوستة خلص الكلام حد يلبس ترينج بدون ما يبقى لابس كوتشي يعني أنت لابسة الترينج وحفية هتقول لي وانا حلبس في البيت الترينج ما هو الترينج ده كل الخروج طب الترينج الآخر بقى اللي هو يتلبس داخل البيت لكل الناس رجال وسيدات اللي بيبقى هنا سد مفيش السوستة خلاص أوع تلبس ترينج أنا حلبسهم لكم بس لما شيت هيجي ويبقى مزدود من هنا وتطلع برة مثلا تشتري حاجة أو حتى تروح تجيب البكوة أو تزل تجيب فاك لا لأن ده معروف إن الترينج داخلي ده بالنسبة للترينج قلت بالنسبة لسن اليأس أنا لاقو حبب هزي الكلمة مطلقة مطلقة فاسمه سن الأمل لأن فيه سيدات شبابها ما بيجيش غير بعد الأربعين فيه سيدات إحنا بنقوله سن الأمل بيبقى تعيشش خلال ما فيش حاجة اسمها سن اليأس اليأس ده ممكن ييجي البنت عندها 22 سنة تيأس تصاب في قصة حب في اختلاف مع خطبها في أي شيء إنما الأمل ما فيش يأس خالص وعمر المرأة ما بتقابل يأس في حياتها هو سن الأمل بس تعيش سنها بحلوته بمتعته وبعدين إحنا كلنا بنخطأ وبعدين برضو عم هاني حاول يقبلك وهي قبلة بريئة يعني يعني مش قبلة بنقوله قبلة عادية من راجل اللي زوجته مسموح بها خالص لأنها يعني أنا أعتقد أنه هو بيقدع كمالة عدد وهو بيقبلك هو فكرني بعبد السلام النابولسي في فيلم شارع الحب وهو بيقبل زينات صدقي وماسك لما هو كان اسمه حسب الله وبعد ما قبلها فاضل يعمل بالكوميديا هو عم هاني الراجل طيب وما فيش حاجة واحنا مش ضد ده خالص بس إحنا ضد إن إحنا ككبار نصهر كمراهقين وده على فكرة تبقى المراهقة المتأخرة ما ينفعش ما ينفعش إن أنا أطلع في التليفون وقعد أتكلم وأقول آه ومش عارف إيه لا أنت تعيش سنك حتى لو في أي حاجة في حاجة اسمها الغرف المغلقة أنا عايز أنهي هذا الوضع أنا لم أسيء إليكي ولا أجرؤ إن أنا أسيء لأي إمرأة أو أي سيدة ما فيش حاجة اسمها سن يأس في حاجة اسمها سن أمل وأنتي أنا قلت بالنسبة للسن ما قلتش لعجز ولا أي شيء قلت إن أنت إمرأة وقورة وقورة يعني عندك أحفاد فتقبلي كلامي بدون زعل وإذا كان أنا الفيديو كمان اللي عده يزعل أي حد أنا مستعد أشتله بس أنا حاسس أن أنا لم أتجاوز ولكن أنا بصوب ولازم الإنسان يستفاد حتى لا نخرج ونلاقي أنتوا شايفين الروتونات والحرب اللي إحنا بنحاربها كل التحية لكم وبعد كده حنقارن ما بين ترينج عادل فتحي الأديدس وترينج أم مصطفى اللي هو بتاع فريق بروسيا دورتمان كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته